اشتركوا في القناة هو عطري المفضل من كل العطور بتشوفونها اليوم العطر هذا من العطور اللي انزلت فيه 2013 بس اكثر العطور مبيعا عند السيلودر وصراحة ما الومهم ريحته مرة جميلة فاذا ما شميتي هذا العطر الى الان روح يشمي جديا يعني انا شخصيا من اكثر العطور اللي تعجبني النوتات الرئيسية اللي فيه عندك الياسمين الورد اللي هو العود اكيد من اسمه عندك التوت يعني ما ادري جايك خلطة مرة جميلة صديق انه مو قاعدة بالغ وصديق انه شرقي بس مو بالشرقي مرة وهذا الشي اللي يعجبني انا ما احب العطور اللي بزيادة شرقية مرة 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 لا احبها تكون يعني حتى لو كان فيها ريحة شرقية بس تكون مخلطة بطريقة نعمة وحلوة وثباتت جدا قوي وحلو ما ادري واضح اني مرة خاقع لها العطر فعجبني ومن اكثر العطر اللي احبها واستخدمها دائم الحين نجي العطر الثاني بتكلم عنها بيكون من فيكترون روف من مجموعة فلاور بوم طبعا هذه المجموعة نزلوا منها الاستار هذا اللي هو روز اكسبلوجين طبعا هذا الاستار من اسمه هو عبارة عن دهن ورد يعني مرة قوي لان صدق هو دهن ورد بس تحسين فيه كذا شيء كذا حالي شوي بالنهاية بس انه صدق دهن ورد يعني لازم تحبين مرة دهن الورد ويكون قوي عشان تحطينا لو انت من الاشخاص اللي ما يحبون دهن الورد ما رح يعجبك ابد فبشكل عام اشوف انه عطر واضح يعني فيه عطور دايما تشمينها تكون اوه ما ادري لا هذا واضح يا تحبينا يا ما تحبينا لانه عبارة عن دهن ورد تقريبا بشكل جدا قوي الحين نجي العطر توم فورد باتولي ابسلو اللي هو من عطور او من مجموعة توم فورد المخلطة اللي نزلت تقريبا في نهاية 2019 وبداية 2015 من زي ما قلت لكم مجموعتهم المخلطة اللي تصير لك مرة مرة ثقيلة ومركزة وقوية العطر هذا من اسمه باتولي ابسلو المكون الرئيسي فيه او النوتات الرئيسية فيه اللي هي الباتولي فريحة الباتولي اي حد يعرفها هي ليمونية بزيادة ومائلة للرجال شوي بس هذا العطر لانه مركب ومركز بالباتولي فريحة جايتك مرة مرة رجالية قوية هم يقولون ان عطر يونيساكس اوكي للجنسين لكن انا بالنسبة لي اشوفها اقرب للرجالي حتى لو برد يعني مناسب للبنات اللي يحبون عطر رجالية مرة فمو اي واحدة بيناسبها العطر ممكن يناسب الرجال بعضهم لان مشكلته انه مرة مركز يعني بس باتولي عارفت شلون يعني هذا الاساس فيه اللي تشمينا فيا تحبينا يا تكرهينا انا بالنسبة لي مو بالعطر اللي معجبني انا شخصيا ولا اشوف العطر اللي مناسب لي اني استخدمه لكن ممكن يعجب احد يحب العطور اللي بالباتولي الحين بتكلم عن عطر كتينيك اللي هو بيوند روز اللي نزل من شركة متخصصة تقريبا في العناية بالبشرة والمكياج اللي يكون مختبر طبيا فهذه خطوة كبيرة من كتينيك بالنسبة لهذا العطر يقولون انه عطر شرقي بالدهن الورد هذا هو المكون الرئيسي فيه وصراحة انه نشم دهن الورد والورد وشوي خفيف مرة عنبر لكن بشكل عام اللي استغربته منه انه صدق انه عطر شرقي بس انه مرة خفيف يعني يطير بسرعة فمو لأي احد هالعطر العطر هذا المين العطر هذا الشخص يكون يبي العطر الشرقي بس ما يبي مرة ثقيل وبصراحة انا ما قد قابلت احد يبي عطر شرقي خفيف فهذا شوي كانت خطوة غريبة لكن كريحة لكن كريحة اي احد يحب العطر اللي بدهن الورد بدهن الورد اللي يجيك ناعم خفيف حلو مو قوي مرة ممكن يعجبه لكن انا بالنسبة لي يعني اذا دورت عطر شرقي غالبا اروح العطر يكون ثقيل وثابت نجي الحين ننتقل عطر جوملون اللي هو انسانس ان سيدارت او سيدرات بالنسبة لهذا العطر طبعا نزل فيه 2015 وكان من اهم الاشياء او الاستارات الموجودة عن جوملون بصراحة انا كنت متوقعة استار افضل من كذا لاني انا من عشاق عطر جوملون وتعرفون قديش انا احب جوملون اصلا كعطور اه كثير ناس يمكن جربت عطر جوملون اللي تكلمت عنها اللي هو اه نسيت اسمه بس كان العود والبرغموت ايه عودن برغموت طبعا وكثيرنا سراحوا للمحل وقالين يقولهم كويس انكم جيتوا بعد فيديو اسأل مجرب او قاعدين يشكرون هذا الشيء فعجبكم العطر هذاك لكن هذا بالنسبة لي ما اشوف انه اصدار جدا ممتاز ليش لان ريحته صراحة المكون الرئيسي اللي اشمه فلفل وانا ترى مو قاعدة بالغ فلفل وليمون فشيء غريب صراحة اني احط عطر بالفلفل صدق ان عطر جوملون مفترض انك تخلطينها مع بعض بس لازال ان عطر ريحته فلفل وترى مو قاعدة بالغ تقولهم شون فلفل لا صدق ترى فلفل والنوتات مكتوبة انه هي فلفل فما ادري ما ادري اذا انا صراحة عندي استعدادة حتى عطر بالفلفل بس بشكل عام ما ادري في عندهم عطر اقوى وافضل من كده الحين يجي العطر توم فورد اللي هو فلفت اوركيد طبعا هذا العطر نزل في 2014 وجيتها حملة اعلانية جدا قوية لانه كان من اهم الاصدارات اللي انزلت عند توم فورد من فترة طويلة طبعا العطر هذا عطر على ما اعتقد نسائي طيب كانوا سوقينا على اساس انه عطر نسائي والعطر هذا الريحة الرئيسية او اللي تشمينها فيه اللي هي الاوركيد من اسمها او زهرة الاوركيد فيه معا تشمين عسل تشمين فانيليا تشمين اللي هو التوت والاشياء الحالية هذه فجامعلك الزهور مع الحلاوة فيعني اذا تحبين هذه الخلطة بيكون شيء يعجبك العطر هذا ثباته جدا 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 قوي مثل اغلب عطور توم فورد معروفة بثباتها الشديد يعني وهذا شيء اللي احب فيها هل العطر هذا لاي احد اشوف ان عطر نسبيا ممكن يعجب ناس كثير بس انا شخصيا ما اقول لك ان هو عطر مفضل ولا اقول لك ان العطر هذا ما عجبني جاي بالنص العطر اللي حلوة بس مو باللي مرة عشقها عرفتوا كيف لكن انا احب ثباتها مرة اخر شيء بتكلم عنه بيكون عطر من ايف سالوران اللي هو مجسيك روز طبعا هذا العطر من مجموعة العطر الشرقية اللي انزلت في 2013 طبعا العطر هذا من النوتات الرئيسية فيه من اسمه دهن الورد عندك العود عندك التوت بس شخصيا انا اشم في دهن العود بشكل جدا قوي مخلط شوي مع دهن الورد فجايك خلطة ممكن تعجب ناس كثير لانها ما احس انها بعيدة مرة عن الاسم حقها فشخصيا اشوف انها ممتاز جدا لأي احد يحب دهن العود بس ما يبي مرة دهن العود اللي تجيك على قطع شون دهن العود احيانا من جدري حتى تكون زيادة ثقيلة لا هذا جايك بالنص مخفف شوي بالدهن الورد جايك حلو هادي لأي احد يحب دهن العود انا شخصيا عشان اكون صريحة معكم مني براعي دهن العود اصلا ما ادري ليش ما يعجبني كثير بس يعني ما يعجبني كثير كعطر بالحالة لكن لو شفت انه مخلط مع شي ثاني يعجبني فبشكل عام عطر جميل ومن اكثر اشياء مبيعا عند ايف سولاران هذا كان كشيف اليوم اتمنى تكون فيديو عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا اذا حبيتوا هذا الحلقة لا تنسون انكم تبدون اعجابكم وهذا الشيء يمكن يسعدني كثير انكم تحطون لايك فايفورت شير وسبسكرايب واكيد لا تنسون من وين تقدرون تجيبون هذه اشياء كلها كم سعرها ومن وين رح تلقونها في بلاق او مدونة اسألمجرب اسألمجرب.net واكيد ابيكم تكتبوني تحت وش اكثر عطر من هذه العطر تفضلونها او لو عندكم عطر معين مفضل عندكم اكتبوا ليها تحت خلينا نشوفها فهذا كان كشيف اليوم شكوا ان شاء الله في فيديو ثاني